تفضل سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات بتكريم الأعمال الفائزة في الجائزة العربية للمحتوى الإلكتروني للعام 2013 وجائزة البحرين للمحتوى الإلكتروني في حفل استضافته مملكة البحرين بتنظيم من جمعية البحرين للإنترنت بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية وجائزة القمة العالمية حيث فاز بالجائزة 21 مشاركا من أكثر من عشر دول وبهذه المناسبة أعرب سمو عن ساعدته برعاية الحفل مؤكدا أن مملكة البحرين تبنت فكرة تعزيز المحتوى الإلكتروني لمواكبة تطورات العصر وخلق اقتصاد معرفي قائم على بيئة تعمل على تشجيع الشباب على الإبداع والانخراط في كل مسارات التقدم العلمي وذلك بما فيه إنتاج المحتوى الإلكتروني ووضع بصمة بارزة للهوية العربية على خريطة التكنولوجيا الدولية سمو نائب رئيس مجلس الوزراء أكد أن البحرين التي أخذت على عاتقها المبادرة لاحتضان الجائزة العربية للمحتوى الإلكتروني والهدفة إلى تكريم المواقع الإلكترونية المتميزة في العالم العربي من خلال اعتمادها للمعايير العالمية التي تنص عليها جائزة القمة العالمية ماضية في تعزيز دور هذه الجائزة لتحفيز الإبداع العربي وخلق روح التنافس بين أبنائه ومؤسساته العامة والخاصة من أجل تطوير المواقع الإلكترونية العربية وانهوض بتقنية المعلومات والاتصالات لما لها من آثار هامة في تنمية المجتمعات وتطورها وأوضح سموه أن تقنية المعلومات والاتصالات اليوم أصبح لها أهمية متميزة في عالم المعرفة منها تنطلق الأفكار وتنساب المعلومات ولقد أصبح الشباب زائد المعلوماتية وأجيل التقنية مما يتطلب رؤى جديدة تجعل منهم بناتا حقيقيين للمجتمع ولقد استشرفت الجائزة العربية للمحتوى الإلكتروني هذه الأفاق ورسمت برؤيتها ملامح الحاضر وخطوط المستقبل وقال سمو نائب رئيس مجلس الوزراء إن الدول المتقدمة تسعى اليوم لتطوير المحتوى الإلكتروني لديها وتعزيزه سعيا منها لرفع مستوى الخدمات والإنتاج وتقدم المجتمع بشكل نعم ومن شكل الاستفادة من وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصال ستكون محدودة إذا لم يتم استخدامها كوعاء لمحتوى معلوماتي مفيد تظهر آثاره الإيجابية على المجتمع ويخاطبه بلغته ويحمل هويته وخلال حفل التكريم ألقى سعدة سيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات كلمة قدم خلالها شكرا لسمو الشيخ محمد بن مبارك أهل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصال على رعايته فعاليات الجائزة العربية للمحتوى الإلكتروني ودعم سموه وحرصه على بناء مجتمع قائم على التكنولوجيا وقال أن احتضان البحرين للجائزة العربية وجائزة البحرين للمحتوى الإلكتروني يأتي ضمن أهداف تهيئة مملكة البحرين لتكون مصدرا مصنعا للمحتوى الإلكتروني العربي قادرة على وضع المقاييس ورعاية الإبداع والابتكار في هذا المجال من جانبه قال البروفيسور بيتر بوك رئيس مجلس إدارة جائزة القمة العالمية إن مملكة البحرين أخذت زمام المبادرة وباتت تتبوأ مكانة مميزة في تشجيع الريادة وتطوير مستقبل التقنية في المنطقة مؤكدا أن جائزة المحتوى الإلكتروني العربي تعتبر اليوم عاملا رئيسيا في تعزيز أفضل محتوى إلكتروني صادر عن العالم العربي ثم تفضل سمو الشيخ محمد بن مباركة الخليفة راعي الحفل بتكريم الفائزين بالجائزة العربية للمحتوى الإلكتروني 2013 في فئة الحكومة الإلكترونية والبيانات المفتوحة وفئة الصحة الإلكترونية والبيئة وفئة التعليم والعلوم الإلكترونية وفئة الترفيه والألعاب الإلكترونية وفئة الثقافة والسياحة الإلكترونية وفئة الإعلام والصحافة الإلكترونية وفئة الأعمال والتجارة الإلكترونية وفئة الاحتواء الإلكتروني وتفضل سمه بتكريم الأعمال الفائزة بجائزة البحرين للمحتوى الإلكتروني 2013 في فئة الحكومة الإلكترونية والبيانات المفتوحة وفئة الصحة والبيئة الإلكترونية وفئة الترفيه والألعاب الإلكترونية وفئة الثقافة والسياحة الإلكترونية وفئة الإعلام والصحافة الإلكترونية وفي فئة الأعمال الإلكترونية والتجارة وفئة الاحتواء الإلكتروني وفئة التعليم والعلوم الإلكترونية كما تفضل سمه بتكريم الفريق البحريني لفوز مشروعه ليبتس بجائزة القمة العالمية للشباب لعام 2013 تكارات وإبداعات إلكترونية استحقت أن تمنح جوائز المحتوى الإلكتروني والتي تهدف إلى تشجيع الإبداع في صناعة المحتوى الإلكتروني العربي وترسيخ أطر التعاون على المستوى العربي في هذا المجال وإيصال الأعمال الإلكترونية إلى العالمية من خلال تأهلها إلى جائزة القمة العالمية نحن سعيدين أن وزارة التنمية الاجتماعية فازت بجائزة المحتوى الإلكتروني الوزارة قدمت موقعها بمحتوى متميز في كم هائل من المعلومات يجيب على أسئلة المواطنين وجميع من يريد الاستفسار أو جلب أي معلومة هذا الموقع وهذا العمل لم يأتي من فرق بل أتى بجهد كبير من موظفي وزارة التنمية الاجتماعية نحن نحيي بحرين على اهتمامها بالإبداع العربي وعلى اهتمامها بما يمكن أن يصبح عليه المستقبل العربي اهتمام بالمستقبل لأنه كلها توجهات مستقبلية وهي تدل مدى اهتمام البحرين بالمستقبل العربي مش بس البحريني وأنا العربي ككل لأن هذا الذات في موضوع الشبكة الإلكترونية أو العنكبوتية هي موضوع مستقبلي الفئات المستهدفة في التكريم تنوعت ما بين القطاع الحكومي والخاص لكن الإبداع الشبابي كان حاضرا واستحق الإشادة والثناء فأحد النماذج البحرينية المكرمة أماط اللثام عن شباب يلامس إبداعه واقع الحياة الهدف من الموقع هو تثقيف الناس في البحرين عن السكري من خلال وضع المعرفة الموجودة في البحرين والبيانات والمعلومات على موقع الإلكتروني في متناول جميع المواطنين وإن شاء الله إحنا ودنا أن نحط الويب سايت في أبليكيشن يكون متواجد على الهاتف الذكي وإحنا حاليا قاعدين ندور شركاء عشان يعطونا بعض المعلومات والاستراتيجياتهم عن التفاعل مع المصابين بالسكر المشاركة البحرينية وخاصة في قطاع الشباب كانت مهمة ففي مجموعة من الفائزين اللي شفناه سلموا الجائزة هم من قطاع الشباب وهذا يعني أن مستقبل البحرين جدا مزهر فيما يتعلق بقطاع تقالية المعلومات وتعتبر جائزة البحرين المحتوى الإلكتروني نموذجا ساطعا للجهود الوطنية الرامية إلى دعم المبتكرين والمطورين البحرينيين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والإنترنت طارق السواعير تلفزيون البحرين